لأنتبه أن هذا التصعيد الوتيرة بسبب أهمى المطالبهم وماكوا جدية حقيقية في الإصلاح المطالبين المتظاهرين أعتقد المتظاهرون كانوا على حق كانوا وما فتئوا وسيبقون لأنهم جوبهوا بعمليات تسويف ومماطلة المرجعية في أكثر من المناسبة بح صوتها وكانت تقول لا تماطلوا لا تسوفوا تقول لهم نفذوا هذه المطالب يبدأوا بالالتفاف على هذه المطالب لا أفهم المطالب هم يريدون تغيير نظام سلاسي بالكارن هذا التغيير أولا المتظاهرون السلميون المطلبيون الذين هم مرابضون في ساحة التحرير والحبوب وكربلاء والنجف والبصرة الديوانية والديوانية وكل محافظات العراق الجنوبية والوسط والفراد كانت حقيقة بمثابة عملية إيقونة لتغيير وجه النظام بمعنى أنهم نجحوا في تغيير الشكل العام للنظام الذي مارس ممارسات سلبية حقيقة غير ناجحة ترجمة نانسي قنقر